أهلا وسهلا ومرحبا بكم كيفكم تمنعكم مسكونوا بخير وفي أفضل أحوال يوم غادي نخدمو تأتي مادية للدرس الثاني مليونة سيكس غادي نخدمو الكمنيكيشن اند ريدين خليكم معي حتى الأخير نمبر فور كومنيكيشن الكومنيكيشن أعطونا واحد لجدول شارت عطينا اسكن فور اند جيفن برميشن اسكن فور اند جيفن برميشن يعني هي الطلب أو إعطاء الإذن اسكن فور طلب اند جيفن انت كتعطي الإذن فورميشن هو الإذن أعطونا الاكزامبل مياي جو آوت بليز كمس بقلينا خدمنا في الحلقة اللي فاتت أعطونا مياي فور فورميشن وعطونا هافتو فور نسيسيتي فهنا يعطينا مياي مياي جو آوت بليز وش مكليا نخرج برا عافك ياس يو ماي أه ممكن نو يو ماي نوت لا ماشي ممكن ميمكن شليك كيف مصبق لي قلت في الحلقة اللي فاتت بأن ماي فكتستعمل مع الناس اللي كيكونوا بروفيسوني يعني كتستعمل مايك تكون في أوقات رسمية كتدوي مثلا مع الأستاذ ديالك كتدوي مع المدير ديالك في حل مثلا دخلتي مع الطل فتقدر تقول الأستاذ ديالك كن اي انتر ولكن الأفضل لأنه الأستاذ ديالك يعنيه أكثر مرتبة منك ويعنيه احتراما وفي حل لك نعطيه احترام أكثر فكنقولوا ماي اي انتر في عوض كن اي انتر هما بجيج بيهم عندهم من نفس المعنى وش ممكن وش نقدر بجي بيهم كي يعنيه البرميشن ولكن ماي اي هي أفضله عندنا expressing necessity الحلقة اللي فاتت كنا كانوا اعطونا have to for necessity necessity يعني الحاجة أو الضرورة فإذا هنا يتعبير عن ضرورة بالإكزامبول ش نعطونا do i have to do this work وش ضروري اني ندير هاد العمل yes you do yes اي نعم يعني ضروري yes you have to يعني تقول yes you do لا تقول yes you have to بجيج بيهم كي يعنيه نفس المعنى فهو يعني ضروري انك تديره ندوذو الحوار a practice these conversations with your partner قال لك غدين تمرنوا على هاد الحوارات هادو مع الاصدقاء الدين teacher student عندنا حوار ما بي الأستاذ والتلميد what's wrong ما الخطم شنو كاين i have a headache عندي ألم في الرأس أو عندي صداع may i go to the chemist واش يمكن لي ينمشي للصيدالي yes you may اه يمكن ليك but you must come back quickly ولكن خاصك ترجع come back هي ترجع quickly بسرعة يمكن لك ولكن لازم لازم والابن ديالها what's the matter كي قلنا what's the matter ولا what's wrong they are the same عندهم نفس سينونيم نفس المعنى يعني ما الخطب و لش نكاين كي جاوبها قالها I don't feel very well ما كانحش براس بأني مزيان بزر may I go to bed وش ممكن أنا لمشي السرير no you may not لا ما يمكنش لك you must revise your lessons first قلت له لازم أنك تراجع درس ديالك أولا هنا قلت له you must ما شي you may ولا you can you must يعني لازم for obligatory قلت له لازم أنك تراجع درس ديالك أولا do I have to وش ضروري yes you do ولا عادي تقول yes you have to a ضروري you have a test tomorrow عندك انتيحان غضة هدك شي عش ضروري نوزل rule play be rule play look at your own cue card and follow the instructions to have a conversation with your partner نفس التمرين قال لك يعني غادي تقرق الكارت ديالك وليت تبع تعليمات أو الإرشادات باش تدير حوار مع زميل ديالك أو صديق ديالك اللي في القاسم كي يكون هنا student A يعني تلميذ A وتلميذ B فشنو عطونا هنا في الإرشادات أو في الإنستركشنز قلونا you have a toothache لابا هات الميذ هادا عندو toothache and you want to go home هات الميذ هادا عندو ألم في الأسنان وبغي يمشي للدار student B شنو خصو يدير you give the permission يعني هات أعطاه الpermission عدي تعطاه الإدن but A هاد A يعني was student A but A must see the dentist because you think it's very serious ولكن هات الميذ هادا خصو يشوف don't يسمشي يعني غادي يمشي للدار لأنك تعتقد أن هات شي جدي بزاف it's very serious يعني عندو واحد الألم في الأسنان لازم الضروري أنه يشوف الطبيب رقم جوج you give the permission but B must come to school tomorrow قلوك أنت أعطاتي الpermission أعطاتي لمن البي ولكن أعطاتي له ولكن هات student B خصو لازم عليه must come to school tomorrow خصو يجي القسم الرد because he or she لأنه أو لأنها عندها تاست عندو فرض عندو متيحان شوفوا B you have a terrible headache عندك واحد صداع كبير بزاف and you want to go home student B عندو واحد صداع وبغي يمشي للدار وهنا يا هات student هدا غدي يعطيه الpermission يعني غدي يكون مثلا أستاذ ولا غدي يعطيه الpermission يقول له غير سير ولكن خاصك جيدة لأنه عندك متيحان فهكا غدي يكون الحوار حال هاد الأشكال هاد رقم ثلاثة you are doing an exercise انت كدير واحد تمرين but you have a backache and you want to leave the classroom ولكن عندك ألم في الظهر backache ألم الظهر and you want to leave the classroom وبغيتي تغادر القسم فهنا كيفاش يكون الحوار عندك you don't give the permission فهنا الأستاذ ما معطاكش الpermission ما معطاكش الإذن a ليه هو هادا يعني انت اللي بغي تغادر add a must finish the exercise first أصه يسالي التمرين أولا the exercise is very important التمرين هو مهم جدا فعلى المنوال هادا غدي يكون الحوار شوفوا رقم ربعة you don't give the permission ما معطاكش الإذن be ليه هو هادا له هاد التلميذ هادا must see the video التلميذ خصو يشوف الفيديو he or she is going to write a report on the video يعني هو ولا هي بس ها غدي تكتب الغابور على الفيديو shouldn't be you are watching a video but you want to leave the classroom انت كتشوف الفيديو ولكن بغي تغادر القاسم because لأن you are very tired لأنك عيان بزاف دبا هنا الحوار كيفش غدي يكون انت كتشو انت دبراك رأك في القاسم وكتفرج في الفيديو ولكن شوية حتيتي بأنك عيان وبغي تتخرج من القاسم فهنا يا الأستاذ فما غديش يعطيك الإذن لأنه لازم عليك أنك تكتب غابور على هاد الفيديو هذا علش ورقم خمسة كيف ديما يقولنا have your own conversation فذلك هنا have your own conversation فأنتم ما تقدروا تديرو الحوارات اللي بغيتو من غير هاد تعليمات هادو إذن كل عادة واقتصار الوقت فأنا وجدتهم فأصوبت رقم واحد ورقم ثلاثة انتم ما عليكم انكم تاخدوا يعني هادو كنماديش اللي غادي نعطيكم وهذه تديروا عليها كذلك نماديش فإذن هكا غدي كون جاوب فأنا في نموذج الأول بأن عندك ألم في الأسنان وبدأ تمشي للدار وستودنت بي فغدي يعطيك البرميشن ولكن خاصك تشوف الطبيب علاش لأنك أظن بأنها تشهاده جدي يعني بأنها أنك تشي للدار فما غديش ترتاح بزاف خاصة ضروري الطبيب فأكدا غدي يكون بتمرين what's the matter هتقول what's the matter ولا what's the matter with you ولا what's wrong لي كان شوفوا غير هادنا ما ديشهادو تبعوا عليهم I have to take may I go home عندي ألم في الأسنان ممكن نمشي للدار yes you may ah ممكن but you must see the dentist ولكن خاصك تشوف طبيب الأسنان do I have to وش ضروري yes you do ah ضروري I think كان ضن it's very serious كان ضن بأنها تشي جدي بزاف نشوفوا الحوار الآخر كيف قلت بأنني وجدت الحوار الثالث you are doing an exercise but you have a backache كتدير واحد تمرين ولكن عندك ألان في الظهر and you want to leave the classroom وبغتي تخرج من القاسم and you can't get any permission وتإعطاك conventional لأنه خاصك تكملي الإكزارسيس لأنه لأن الإكزارسيس مهم بزاف لأن هكذا يكون جواب what's wrong ما الأمر what's wrong what's the matter بحل بحل I have a backache عندي ألم في الظهر may I leave the classroom وش ممكن ليا نخرج من القسم No, you may not لم يمكن شليك You must finish the exercise خاصك تسالي التمرين Do I have to وش ضروري Yes, you do ضروري The exercise is very important التمرين هو مهم جدا Number 5 Reading إدنا تكست عندنا نص وإدنا الأسئلة دياله The WH-O WH-O هي Abbreviation مشي The Who لا هي هكا كتقراء WH-O سبق لي نقرينا ال-abbreviation يعني تصغير ديال واحد الكلمة مثلا television كنديرو TV كتعني television وبزاف ديال الأمور تقدرو ترجعو لدك الدرس Founded in 1948 تقسات في طاريخ 1948 The World Health Organization Between quotes يعني ما بين قوسين دارونا WH-O إذن هذه هي هذا هو التعريف ديال هذا ال-abbreviation W كتعني world H كتعني health أو كتعني organization يعني منظمة الصحة العالمية The World Health Organization is one of the specialized agencies of the United Nations UN United Nations فهنا يقلوا النبي أنها هي وحدة من الوكالات التابعة للولايات المتحدة It is based in Geneva يعني it is set في Geneva Switzerland في سويسرا جينيفا صحيح في سويسرا It manages and coordinates health at the international level فإنها هي تسير وقتنسق القطاع الصحي على الصعيد العالمي It is goal It is goal يعني الهدف ديالها مش كوني هي هاد منظمة الصحة Is to improve the health of all the people قالونا الهدف ديالها هو أنها تطور الصحة ديالجميع الناس improve وتطوير حالي كنقولو improve the language يعني كنطورو اللغة The agency provides technical advice قالك بأن الوكالة كتقدم نصائح تقنية trains have professionals وتكوين مهني على الصحة and informs on such pathologies وكتعلمنا على بعض الأمراض pathologies هما الأمراض as مثال tuberculosis tuberculosis هو مرض سل influenza influenza كيف يعرفها paludism feriola paludism هو الجذري feriola كذلك هو مرض جلدي تقريبا في حل الجداري required immune deficiency syndrome syndrome اللي هو الجملة ديال AIDS هدا الاببرافييشن ديال AIDS اللي كنعرفه هو السيدة وتعيف دياله هو ضعف المناعة المكتسب فالـ AIDS أولا acquired immune deficiency syndrome and other diseases وأمراض أخرى It also provides information on newborn baby care قلتلك It provides information يعني كتقدم لنا معلومات كذلك على newborn baby's care يعني الأطفال حديثي الولادة اللي الله تخلاقوا nutrition nutrition هي تغذية family planning خطط يعني ديالعائلة خطط عائدية مثلا في حل تحديد النسل هدو ما هاد النوع جل خطط and health centers ومراكز الصحة in addition يعني بالإضافة the agency finances health programs قال لك بالإضافة أن هاد الوكالة هادي يعني المنظمات يا صحة العالمية كتمول finances يعني كتمول كتعطي تمويل كتعطي المال كتمول البرامج البرامج الصحية whose objective جل كلي الهدف ديالها الobjective ولا القول هو الهدف whose objective is to improve the conditions of health جل كلي الهدف ديالها هو تطوير الظروف الصحية and to fight diseases ومحاربة الأمراض that directly block agriculture productivity and to fight diseases that directly block محاربة الأمراض اللي كتوقف لنا بطريقة مباشرة اللي كتوقف لنا ولكتتبلوك لنا بطريقة مباشرة agriculture productivity يعني الانتاج الفلاحي and economic development in general وكذلك حتى تطور الاقتصادي يعني على العموم فالجملة هذي خسنا نفهموها كيف يعني أمراض كتوقف لنا بشكل مباشر للقطع الفلاحي والاقتصادي فمثلا هذ الفيروس على دي الكورونا فهو وقف لنا القطع الاقتصادي يعني ما كانش تصدير بزاف وإلا تذكروا كانش حال هذي واحد الفيروس كانوا زرعوه لنا هنا في المغرب في طماطم كانت توتا ابسالوتا إلا تذكروها فذلك الفيروس فهو وقف لنا الانتاج أو النشاط الفلاحي وكذلك الاقتصادي تضرر بزاف المغرب يعني ما كانش تصدير يعني الطماطم كتصدر فهذا المراد ما كانش تصدير قاعد الدول فغلي ترضلينا دك الطماطم لأنها مريضة فهذا ضرر على المستوى وعلى القطاع الاقتصادي كذلك على القطاع الفلاحي فتالناس زرعو يعني ضربوا تمارا وحطوا فيها فلوس صحيحة ومن بعد يعني ذاك المنتوج ما كانش يعني حاصد ما ما كانش منتوج اللي هو مزيان يعني يخسرو على الصعيدين الفلاحي والاقتصاري كانت منها أني عرفت نوصل لكم الفكرة هكا فهمنا النص إلا ما فهمتوش عودو عودتين مرة آخر ونزود تمارين عندنا A find in the text words which mean almost the same as قال لك غادي تلقى أو غادي تقلب find يعني أجد توجد من نص كلمات words which mean almost the same as اللي عندها نفس تعبير مع هادو فهنا كيقصدو يعني تقلب على السينوني فهم كل مرة يعطونا صيغة ليلسو ألف شكل فهذا هو اللي انتم ما قطحوا فيه في المتحان فعلى المرة يخرب نفس سؤال وراء نفس سؤال يقدر يقول لنا find synonym ما شي عادي يقول find in the text words which mean almost the same as فحال هادو انتم غير حاول تركز فيهم وغادي يتفهم إذا نقلب على السينوني ديال created فإذا نقلب على هنا في النص يكون هنا ماشي نجبوه من رأس شون يا created فبلا ما ك نسمع مثلا غي كخي بالفرنسي كخي يعني كتخلق ولا كتدير شي حاجة يعني جديدة فكين هنا نفس سينونيم تقريبا فأول النص لقينا founded founded يعني تأسسات فهما يعني نفس نفس سينونيم نفس المعنى created or founded نفس شي عندنا located located يعني تقع يعني المكان فين هي localization مثلا فهي يعني هاد located خصنته يلقوها في النص فإحنا شنو نلقينا في النص اللي عنده نفس سينونيم ديال located فلقينا هنا based it is based in Geneva يعني الموكع ديالها هو في Geneva قلنا الموكع ديالها هو في Geneva أو located بجيش بيوم يعني المكان located or based إنا objective فأبجكتايف أنا قلتها لكم هنا في النص بأن هو الهدف هنا يلقينا whose objective is to improve the conditions of health يعني الهدف وكذلك قرينا واحد synonym آخر هنا يعني الهدف هنا شنو قلنا at the international level its goal is to improve the health of all the peoples its goal يعني الهدف ديالها its goal ولا its objective إذن goal هو synonym ديال objective إذن make better make better أو تحسين شيء ما نحسن شي حاجة مثلا نحسن واحد الظروف نطور واحد الظروف نجعل أفضل ونقنا في نفس السطر اللي القينا فيه objective فانا شنو القينا whose objective الهدف ديالها شنو is to improve the conditions of health يعني الهدف ديالها هو تطوير الظروف الصحية make better or improve gives gives يعني تعطي أو تقدم ولا تزود أو تعطي أو شيء في العربية تعريفات بزاف يعني كل كلمة عندها بزاف ديال معاني كذلك في الفرنسي كذلك في الأنجلي إذن gives تعطي أو يعطي أو يقدم فهنا القينا في النص مثلا the agency provides technical advice أن الوكالة provides كتقدم نصائح تقنية كذلك القينا it also provides information on newborn baby's care يعني كتقدم كذلك أو لا تزود كذلك المعلومات إذن gives synonym ديالها هو provides عندنا النسز النسز هما الأمراض فهنا نقدر نقوله الأمراض أو diseases كذلك هما أمراض قلنا and other diseases وأمراض أخرى إذن النسز diseases فإذن هده هما الأجوابة إذن created هي founded كنا قينا ها هنا located هي based نفس synonym objective goal make better improve gives provides illnesses diseases diseases هي هذه القناة هنا يا دان دوزو البي ب are these statements true or false واش هاد statements هادو 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 صحاح أو خطئين write true or false and justify your answer هاد تكتب صحيح أو خطأ وتعطي justification تعطي الدليل ديال جاوب ديالك إذن عندنا رقم واحد the who يعني world health organization يا هادي is a new organization قالك بأن هاد who هي منظمة جديدة وش صحيح أو خطأ اكيد خطأ it's false علاش هي قديمة it's an old organization founded in 1948 يعني هي تأسات في 1948 1948 قديمة بزاف number two the who is based in europe قالك بأن منظمة ديال الصحة العالمية المكان ديالها based or located المكان أو المقر ديالها وف اوروبا وش صحيح أو خطأ it's true صحيح علاش قالوا it is based in جينيفا switzerland يعني في سويسرا سويسرا هي دولة اوروبية يعني صحيح number three the objective of the who is to help poor countries قالك بأن الهدف ديالها المنظمة المنظمة الصحة العالمية هو مساعدة الدول الفقيرة وش صحيح أو خطأ it's false هو خطأ إنا شنو قالو إنا قالو بأن its goal is to improve the health of all the people صحيح أو خطأ أصائح تقنية trains health professional يعني تدريب مهني ديال الصحة and informs on such pathologies وكتعلمنا على بعض الأمراض as tuberculosis يعني هذي الأمراض يدي كاملة حتى AIDS and other diseases and other diseases يعني وأمراض أخرى فشنو عندنا عندنا هال أولا فهدي أكشن أولا وهدي الأكشن الثانية وهدي الأكشن الثالثة حتى الهنا وهدي الأكشن الرابعة and other diseases يعني أمراض أخرى هاي الأكشن أو ما هنا four actions وعطونا كذلك it also وكذلك provides information on newborn baby's care وكذلك كتقدم معلومات على على الأطفال الحديثي الولادة على التغذية الخطط العائلية and health centers مراكز صحة in addition وبالإضافة يعني يعني كان بزاف ديال actions ماشي غير four actions دان هدا هو الدليل يعني هدا هو justification number five there are five diseases mentioned in the passage قل بأن كاين خمسة ديال الأمراض اللي بينين في الباساج واش صحيح أو خطأ طبعا it's true لاش فين هم الأمراض اللي قالو نه inform such pathologies as قل نه tuberculosis ها واحد الفلوانزا جوج paludism ثلاثة the feriola اربعة و AIDS يعني acquired immune deficiency syndrome وال AIDS ها خمسة هدوهما اللي اذكروه منا في النص وقالونا and other diseases يعني ما ذكرونا اش واحدة اخرين اذا it's true اذا هدوهما الأجوبة رقم واحد قلنا بانه خاطأ علاش لانت الساد سنة 1948 قديمة رقم جوج صحيح based in switzerland رقم ثلاثة خاطأ false علاش its goal is to improve يعني غلي تكملو يعني دير هكذا نقط of all the people مش غير مش غير poor countries رقم ربعة passage بلينا ربعات جال الأعمال أو ربعات جال الأمور اللي كديرها منظمة الصحة العالمية فهو خاطأ هما برونة بزف جال أمور it also provides information وكتكملو عندنا رقم خمسة there are five diseases mentioned in the passage يعني كان خمسة ديال الأمراض اللي بين النص وش صحيح أو خطأ فهو صحيح فأعطونا tuberculosis influenza وهد شي كامل إلى غاية هنا AIDS ضعف المناعة المكتسب ساي وبهكذا نكون سلينا الحلقة اليوم سلينا صفحة 74 والبداية صفحة 75 كنتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بنسبة لكم كنتمنى أن يكون جميع تساؤلات وما رات حتى شي حاجة كانت ملاحظة خليوها في التعليق بعض الملاحظات المتابعين فكلاحظوا صراحة كان ملاحظات المهمة فأنا كانت بتعليق لأن الأهم عندنا في القناة هو الاستفادة يعني وتاخذ صحيح مش الخاطئ إلى السفتوم الحلقة لا تنسو أنكم تخلي لي جامعة فاكم لا تنسو شكرا بزاف على التعليق لكم شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف للناس اللي شاركوا معي النقط اللي جابوا وان شاء الله جميع المتتبعين يجبوا نقط زبينا والنجاح الجامع زي ما كل شي شكرا مجددا على التعليق شكرا على المتابعات لقائكم في الحلقة القادمة تنام شكرا